بسم الله الرحمن الرحيم الآلة وسيلة بسيطة اختراحها الإنسان علل لتوفير الوقت والجهد مثل الروافع الروافع أول آلة بسيطة اختراعها الإنسان الرافعة صاق متينة تتحرك حول نقطة سابتة تسمى نقطة الارتكاز تؤثر عليها قوة ومقاومة نقطة الارتكاز هي نقطة سابتة ترتكز عليها الصاق طيب أهمية الروافع إيه؟ واحد تكبير القوة اتنين الضقة في العمل تلاتة تجنب المخاطر أربعة زيادة السرعة خمسة تكبير المسافة ستة نقل القوة ملاحظة تتحدد الوظائف الصابقة وفقا لموضع القوة ونقطة الارتكاز والمقاومة نصنف أو تصنف الروافع إلى سلاسة أنواع طبقا لموضع القوة والمقاومة من نقطة الارتكاز يبقى أننا عند الروافع كم نوع يا ولاد؟ تلات أنواع روافع النوع الأول هي الأقصر شيوعا في حياتنا إذا كانت المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز أكبر من المسافة بين المقاومة ونقطة الارتكاز فالرافعة توفر الجهد مثل العتلة، الأرجوحة، المقص، الميزان، مجداف الماء، القماشة إذا كان زراع القوة أصغر من زراع المقاومة أو إذا كان زراع القوة بيستهوي زراع المقاومة فالرافعة لا توفر الجهد مثل مجبخ الغسية روافع النوع الثاني بتكون المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز وتوفر الجهد دائما مثل عربة الحديقة، قصارة البندق، فتاحة المياه الغازي طب زراع القوة هي المسافة أو هو المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز دي زراع القوة زراع المقاومة هو المقاومة ونقطة الارتكاز أو المسافة بين المقاومة ونقطة الارتكاز يبقى عندي زراع القوة هو المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز تب زراع المقاومة هو المسافة بين المقاومة ونقطة الارتكاز تالت نوع من أنواع الروافع عندي روافع النوع التالت وهي نقطة تأثير القوة تقع بين المقاومة ونقطة الارتكاز لا توفر الوقت ولا الجهد لكن تستعمل في أغراض لدقة وعناية مثلا مكنسة اليد ماسك الحلوة عصى الهوكي المقشة صنارة السمك علل يعتبر ميزان البجال رافعة من النوع الأول هنقوله لأن نقطة الارتكاس تقع في الوسط علل فتاحت زجاجة المياه تعتبر رافعة من النوع الثاني لأن المقاومة تقع في الوسط دي نوع الأسئلة اللي بيجي على على أنواع الروافع علل صنارة السمك تعتبر رافعة من النوع الثالث لأن القوة تقع في الوسط طيب قانون الروافع القوة في زراعها بيساوي الزراع في المقاومة القوة في زراعها بيساوي الزراع في المقاومة ملاحظات يطبق القانون في حالة اتزان الرافعة فقط وزن القوة والمقاومة يقدر بوحدة النقل جرام بوحدة السقل جرام أو السقل كيلو جرام أو النيوتين عزم القوة هو الأثر الدوراني الذي تحدثه القوة مثال رافعة طولها ستين سنطي ونقطة الارتكاز في المنتصف علق فيها سقل أربعين سقل جرام على بعد عشر سنطي من نهاية أحد طرفيها فما وزن الجسم الذي يعلق في الطرف الثاني لتتزن الرافعة الحل المسألة دي يكون إزاي حبيبي حنقوله الحل زراع القوة بيساوي تلاتين نقص عشر بيساوي عشرين زراع المقاومة بيساوي ستين نقص تلاتين بيساوي تلاتين يبقى هنجيبه من قانون الروافع قانون الروافع بيقول إيه بيقول القوة في زراعها بيساوي المقاومة في زراعها القوة في زراعها بيساوي المقاومة في زراعها هنقول خمسة واربعين في عشرين بيساوي نقص في تلاتين يبقى هتساوي هتساوي كام تسعمية على التلاتين بيساوي تلاتين طيب علل جميع روافع النوع الثاني توفر الجهد دائما القوة أصغر من المقاومة يوجد احتمال واحد لروافع النوع الثاني يعني نقوله الإجابة على نوع الأسئلة اللي بيجي بالطريقة دي لأن زراع القوة دائما أطول أو أكبر من زراع المقاومة فتكون القوة أصغر من المقاومة طيب علل جميع روافع النوع الثالث لا توفر الجهد لأن زراع المقاومة أطول من زراع القوة وبالتالي تكون القوة دائما أكبر علل روافع النوع الأول توفر الجهد أحيانا لأن لها سلاس حالات زراع القوة أطول من زراع المقاومة توفر الجهد لو جي فيها سؤال علل لأن القوة تكون أكبر من مقاومة زراع القوة مساوي لزراع المقاومة لا توفر الجهد علل لأن تتساوي القوة والمقاومة زراع القوة أطول من زراع المقاومة لا توفر الجهد علل لأن المقاومة تكون أكبر من القوة سؤال علل آخر علل الروافع لا توفر الجهد لها استخدامات أخرى مثل تجنب المخاطر وزيادة السرعة ونقل القوة سؤال علل الآخر علل التي توفر الجهد دائما زراع القوة أطول من زراع المقاومة لأن عند التزان الرافعة تكون القوة المؤسرة أصغر من القوة فتوفر الجهد القوة دائما علل القوة دائما أكبر المقاومة في روافع النوع الثالث لأن زراع القوة أكثر من زراع المقاومة علل للآلات البسيطة أهمية لأنها تجعل أداء المهام أكثر سهولة من المفاهيم التي تجيني في العلوم عندي من أهم المفاهيم آلة بسيطة وهي وسيلة يستخدمها الإنسان لتوفير الجهد الرافعة صاق متينة تتحرك حول نقطة الارتكاز وتؤثر عليها قوة ومقاومة نقطة الارتكاز نقطة سابتة ترتكز عليها صاق متينة زراع القوة هو المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز زراع المقاومة هو المسافة بين المقاومة ونقطة الارتكاز في الرافعة عزم القوة بيسوي القوة في زراحها عزم المقاومة بيسوي حاصل ضرب المقاومة في زراحها قانون الروافع بيسوي القوة في زراحها بيسوي المقاومة في زراحها روافع النوع الأول هي روافع توفر الجهد أحيانا وتتساوى فيها زراع القوة والمقاومة وتكون نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة ولها سلاس احتمالات روافع النوع الثاني روافع توفر الجهد دائما تكون المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز زراع المقاومة أطول من زراع القوة روافع النوع الثالث روافع لا توفر الجهد وتكون القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز زراع القوة أطول من زراع المقاومة روافع النوع الأول وروافع النوع الثاني وروافع النوع الثالث دي مقارنة بينهم روافع النوع الأول توفر الجهد أحيانا ونقطة الارتكاز في الوسط زي المقص ولها ثلاث احتمالات طيب روافع النوع الثاني توفر الجهد دائما والمقاومة في الوسط مثل قصارة البندق روافع النوع الثالث لا توفر الجهد والقوة في الوسط مثل صنارة السمك روافع النوع الأول والثاني الثاني والثالث احتمال واحد لها احتمال واحد إنما روافع النوع الأول لها ثلاث احتمالها هندخل بعد كده على الطاقة القهربي الشمس أقدم مصبح سخره الله لنا كوسيلة إنارة استخدم الإنسان المشاعر والشموع والمصابيح الزيتية للإنارة ليلا المصباح القهربي مميزات المصباح القهربي كمصدر للضوء مصدر دائم لا يتأثر بالرياح لا يلوس البيئة يعطي ضوءا صافيا وبريقا وبريقا سهل الإضاءة الطيار القهربي سريان الشحنات القهربائية خلال مادة موصلة للقهرباء مثل أسلاك النحاس والألمونيوم المصباح القهربي جهاز أو أداة تحول الطاقة القهربية لطاقة ضوئية توماس أديسون مخترع المصباح القهربي أنواع المصابيح القهربائية مصابيح متوهجة عادية تولد الضوء بمرور طيار القهربي في سلك تانجستين فيسخن فيتوهج مصابيح فلورينست فلوروسينت يتولد الضوء من مرور طيار القهربي في غاز أو بخار تركيب المصباح القهربي بيترقب من إيه المصباح القهربي؟ سلك رفيح من التانجستين يتصل طرفاه بسلك نحاس يتوهج عندما يمر الطيار القهربي علل يصنح فتيل المصباح من التانجستين لأن درجة انصهاره مرتفعة فلا ينصهر في درجة الحرارة العالية انتفاخ زجاجي علل وجوده يمنع وصول الهواء للفتيل فلا يحترق وينفد الضوء من خلاله علل أنه شفاف ينفد الضوء من خلاله علل وجود غاز خامل في الانتفاخ الزجاجي للمصباح الكهرباء حتى لا يتفاعل مع الفتيل فيطيل عمره ويمنع انتشار الكهرباء في الزجاج علل لا يملأ الانتفاخ الزجاجي في المصباح الكهرباء بالهواء حتى لا يحترك الفتيل وتتآكل بسرعة قاعدة المصباح أسفل القاعدة قطعتان معدنيتان تتصلان بسلكي النحاس الوظيفة توصيل الطيار الكهربي لسلكي النحاس علل أهمية القاعدة أهمية قاعدة المصباح تحمل المصباح توصيل الطيار الكهرباء للفتيل أنواع القاعدة حلزونية وبها مصمران يعني في نوعين واحدة حلزونية واحدة بها مصمران المصباح الفلوروسينت المصباح الفلوروسينت أنبوبة زجاجية استوانية عادة مفرغة من الهواء تحوي غاز الأرجون الخامل وبخار الزئبك يغطي جدرها من الداخل بمادة فوسفورية تومط عند سقوط الضوء عليها فتيلتان من التنجستين توجدان عند طرفي المصباح من الداخل يسخنان عند مرور طيار كهرباء علل يجب الحذر عند استخدام مصباح الفلوروسينت حتى لا ينكسر لأن به غاز الزئبك السام علل تسمية مصباح الفلوروسينت مصباح النيون تسمية خاطئة لأن غاز النيون لا يدخل في تركيبه مقرنة هنا عنا نعمل مقرنة بين مواجه مقرنة بين المصباح المتوهج ومصباح الفلوروسينت من حيث التركيب المصباح المتوهج بيترقب من فتيل فتيل تنجستين انتفاخ زجاجي قاعدة بها قطعتان معدنيتان الغاز المستخدم في المصباح المتوهج الأرجون النوع قاعدة حلزونية أو مصمارية أساس العمل مرور الطيار يوهج تنجستين العمر الافتراضي بين 750 إلى 1000 ساعة طبعا تشوفوا بقى مصباح الفلوروسينت تركيبه بيترقب من أنبوبة زجاجية نقاط توصيل فتيلتان من التنجستين عند الطرف الأرجون وبخار الزئبق عند الطرف طيب الغاز المستخدم فيه الأرجون وبخار الزئبق طيب النوع عادية أو مدمجة أساس العمل مرور طيار يوضيء المادة الفوسفورية العمر الافتراضي من 8000 ساعة ل 15000 ساعة علل ينصح باستخدام المصابيح الفلوروسينت المدمجة لأنها توفر الكهرباء وعمرها الافتراضي أكبر طرق توصيل الطيار الكهرباء فيه العديد من طرق التوصيل للطيار الكهرباء عندنا طريقة التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي يبقى نعين للتوصيل الطيار الكهرباء طريقتين للتوصيل الطيار الكهرباء التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي طيب طريقة التوصيل في التوصيل على التوالي كل مصبحية للآخر على التوازي توصيل المصابيح على التوازي اتجاه الطيار في التوصيل على التوالي في مصار واحد في التوصيل على التوازي يوجد أكثر من مصار احتراق المصباح في توصيل على التوالي بتنطفق جميع المصابيح عالي لأن الطيار لا يكتمل في التوصيل على التوازي تظيل المصابيح مضاء عالي لأن الطيار يسير في طرق أخرى زيادة عدل المصابيح في التوصيل على التوالي تقل شدة الإضاءة لكل المصابيح توصيل على التوازي تظيل شدة الإضاءة كما هي الدائرة الكهربائية المصاري الذي تمر خلاله الشحنات الكهربائية لتتم دورة كاملة لا يمر طيار كهرابي في حالة فتح الدائرة ويمر عندما تكون مغلقة علل توصل المصابيح في حفلات الأفراح على التوازي حتى إذا احترك مصباح تظل باقي المصابيح مضاء توصل جميع الأجهزة في المنزل على التوازي حتى إذا احترك مصباح تظل باقي المصابيح مضاء علل كل غرفة من المنزل تكون مستقلة عن إنارة باقي الغرف حتى إذا احترك مصباح تظل باقي المصابيح مضاء علين لا توصل المصابيح الكهربائية في المنزل على التوالي لأن في حال التلف مصباح سوف تتوقف باقي المصابيح عن الإضاءة علين لا يجب مسك المصابيح الكهربائية أثناء الإنارة لأن وجود سلك التنجستين يجعلها ساخنة ودي طريقة التوصل على التوالي ودي على التوازن ما أهمية الطاقة الكهربائية تشغيل الكثير من الأدوات مثل الكمبيوتر السلاجة السخانة التلفزيون وجه المقارنة بين مواد موصلة للكهرباء ومواد عزيلة للكهرباء المواد الموصلة للكهرباء المفهوم هي مواد تسمح بسريان الطريق الكهربائي بالعزيلة مواد لا تسمح بسريان الطريق الكهربائي دائرة دائرة الكهربائية فيها في المواد الموصلة تجعل الدائرة مغلقة في المواد العزيلة للكهرباء لا تغلق الدائرة مرور الطيار في المواد الموصلة للكهرباء تسمح بالمرور المواد العزيلة لا تسمح مثل المواد الموصلة للكهرباء زي المصمار المفتاح الحديد النحاس الماء المزاب به ملح ماء البح إنما المواد العزلة زي البلاستيك الخشب الهواء الغازات الجافة زي السمك الكبير علل أسلاك الكهرباء في المنازل مغطاة بمادة بلاستيكية لمنع انتقال الكهرباء للخارج علل تعلق كبلات الكهرباء فوق مواد عزلة أو تكون مغطاة بمادة عزلة لمنع انتقال الطيار إلى الأعمدة البرجية علل المفكات الكهربائية والزرادية تكون مغطاة ببلاستيك أو الخشب لأن البلاستيك والخشب مواد عزلة للكهرباء علل يجب عدم وضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من المدفقة أو المكواة حتى لا ترتفع درجة حرارتها وتشتعل علل يجب عدم تشغيل عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد عن طريق كابس واحد حتى لا يزيد التحميل علل يجب فصل الطيار الكهربائي عن الأجهزة التي تولد حرارة بعد الاستخدام حتى لا تزيد حرارتها فتشتعل علل يجب عدم ادفاع حرائك الكهرباء بالماء لأن الماء به أملاح تزيد الكهرباء لذا فهو مولد للكهرباء الصدمة الكهربائية هي أحد أخطار الكهرباء تحدث نتيجة مرور طيار كهربائي شديد داخل جسم الإنسان السبب مرور طيار كهربائي داخل جسم الإنسان قد تؤدي للوفاء علل تعتمد أضرار الصدمة الكهربائية على شدة الطيار لأنه كلما زادت شدة الطيار زادت الأضرار علل تعتمد أضرار الصدمة الكهربائية زمن مرور الطيار الكهربائي داخل الجسم حيث تزيد الأضرار بزيادة زمن المرور علل جسم الإنسان مواصل الطيار الكهربائي لأنه يحتوي على سواء المواصل للكهرباء مثلا ما علل الحروق النتيجة عن الكهرباء أحد أخطاره لأنه تدمر الجسم وتطلفه علل عدم إدخال جسم معدني في كابس القهرباء لأنه موصل للقهرباء فيحدث صدمة قهربائية علل يجب عند التعامل مع الطيار القهرباء ألا يلمس الإنسان الأرض أو شيئا موصلة للقهرباء حتى لا يصاب بصدمة قهربائية ملاحظة تتوقف أضرار القهرباء على شدة الطيار المار بجسم وزمن مرور مقارنة بين أسباب أضرار القهرباء المباشرة الحرائق ملامسة جسم الإنسان مصدر كهرباء شديد النار النتيجة لحدوث حريق كهرباء ملامسة جهاز كهرباء يولد حرارة الصدمة الكهربائية ملامسة الإنسان سلك به طيار كهرباء من جهة أو من جهة الأرض ملامسة الجسم السلك يمر به طيار وملامسة جسم آخر موصلة للقهرباء ملامسة سلكين يمر بهم طيار كهرباء الحروق عدم فصل الأجهزة التي تولد الحرارة بعد الاستخدام زيادة التحميل ووضع جهاز يولد أو يولد حرارة بالقرم من المواد قابلة اللي اشتعان أضرار الكهرباء الأضرار المباشرة زي الحروق صدمة كهربائية حرائق الأضرار غير مباشرة زي السقوط من فوق سيل المعدني نتيجة حدوث صدمة كهربائية المفهوم العلمي السؤال أو ايه آخر سؤال عندنا في العلوم ممكن جينا اللي هو المفهوم العلمي اكتب المفهوم العلمي صورة من صور الطاقة تنير المنازل وتشغل أدوات ومصانع دي طاقة كهربائية سريان شحنات كهربائية خلال مادة موصلة للكهرباء ده يسمى ايه طيار كهربي ما يقوم بتوصيل ما يقوم بتوصيل المصباح الكهرابي العادي للدائرة قطعتين معدنيتين طريق التوصيل المصابيح في المنازل توصيل على التوازي مواد لا تسمح بمرور طيار كهربائي مواد غير موصلة للكهرباء مواد تسمح بمرور طيار كهربائي مواد موصلة للكهرباء أحد أخطار الكهرباء تؤدي لتلف وتدمير الجسم للحروق أخطر كهربائي يحدث نتيجة مروض طيار كهربائي شديد في جسم الإنسان الصدمة الكهربائية مصابيح تتميز بتوفيرها لاستهلاك الطاقة وكبر عمرها الافتراضي مصبح كهربائي مدمج مادة يطلع بها الجزء الداخلي للأنبوبة الفلوروسينت مادة فوسفورية وكده حبيبين كنوا خلصنا مع بعض مراجعة ليلة الامتحان في مادة العلوم وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة